قصة هواية السبح بطريقة بداية يعني كانت صنفرة أو تلميع أو توسيع تخريم فهذه هي البدايات بعد ما تعلمت يعني اكتشفت أنه حرفة نادرة جدا على مستوى المملكة يعني عددنا الآن اللي نشتغل السعوديين خمس أشخاص على مستوى المملكة فصرت أشتغله الله الحمد صرت أشتغل برة وصرنا يعني شغلي صار يصدر لتركيا بلد الخراطين السبح وبلد يعني البلد الأول في السبح شغلي بتعدى وصل أوروبا أمريكا ودول كثيرة يعني الله الحمد والشكر شاركت بمهرجانات يعني شاركت بالجنادرية أربع مواسم متتالية شاركت بعكاظ موسمين متتالية السنة الماضية والسنة اللي قبلها السنة اللي قبلها فزت بالمركز الثاني على مستوى المملكة بمسابقة عكاظ شاركت بمعارض حق هيئة الاستثمار السياحي شاركت بمعارض تبع هيئة السياحة هنا بحايل ودربت ودربت طلاب وأقمت دورات تدريبية يعني بداخل حايل وبرة حايل خطط المستقبلية إن شاء الله قنس بإذن الله نبي الآن جاري العمل على عمل إن شاء الله رح يرى النور قريبا نجهز الآن المعدات لأنه يحتاج معدات خاصة وتحتاج توليف يعني المعدات فإن شاء الله نبي نطلع بمفاجأة القنس كأكبر سبحة على مستوى العالم تكون السبح نفسه معرض فني ترجمة نانسي قنقر